موسيقى صدرت الفنانة اللبنانية إليسا والفنانة اللبنانية هيفا وهبا قال الترند بعد الاعلان عن الحفل يلي بيجمع السنائة ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بالسعودية وعبر الجمهور عن حماسه الكبير كون الحفل الاول يلي بيجمع إليسا وهيفا على المسرح اثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدل كبير بعد تصريحاتها الأخيرة حول خلافة مع المنتج البحرين محمد الترك وكشفت عن بعض اتهم الموجهة لألو منها التحريض على الدعارة والسرقة فاجأت الممثلة المصرية شريعادل الجمهور بالكشف عن استعدادها لزواجها من الممثل المصري طارق صبري بعد ما تبين ان السنائة كان عم يعيش قصة حب بشكل خفى من فترة بارك الفنانة اللبنانية رامي عيش للفنانة اللبنانية مايا دياب على أغنيتها الجديدة ووجه لرسالة وقال فيها ما بقى تعز بحالك بالكليبات والإنتاج وجودك لوحد وطاقتك بتعمل ميت كلب سبحان من خلقك أغني وكلب رائع برافو مايا تعرض الممثل المصري أحمد توفيق للإغماء وأصيب بعينه ورقبته وبجروح بوجه وعلق توفيق على الحادسة وقال أنا قلت مبارح لازم اتفاقل وقاعد بالحمام ووجه تعور وعيني ورمت ورقبتي تلوحت وأغمى علي أنا معاش حا اتفاقل لأن واضح أنه تفاقل مضروب أو يمكن اتفاقلت غلط اتعرض الملكة شارج للكتير من الانتقادات بعد القرار يلي أخده ببيع الخيول الملكية بالمزاد العلنة وهيدا الشي خطوة روتينية معتادة بيقوموا فيها ملاك ومربيء الخيول بكل عام وأوضح أحد الأشخاص المقربين من العائلة الملكية الموضوع وقال هيدا منه أمر خارج عن المألوف كان لدى الملكة فرص حاضنة كانت تربيها وتبيعة ما فيك تحتفظ فيها كلها كرمال هاك بكل عام بيقوم ملاك الخيول بيباعل بعض منا الملك عمل متل ما عملوا باقي الملاك الآخرين كان معكم بموجز الفن حسان صبرة لما عرفت كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد